تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب هذا هو مضمون الورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل وذلك بهدف ترقية كفاءات الشباب في مجال إبداع فنون البحث عن العمل ونظمت هذه الورشة لصالح شباب كل من الدائرة العاشرة التاسعة والثالثة حيث افتتحت الورشة بكلمة عمدة بلدية الدائرة العاشرة محمد توم نويري الذي قال بأن التدريب ساهم بشكل كبير في حال حالة الظروف الاجتماعية التي يعيشونها وكما أن الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أولى جل اهتماماته للشباب والوقف بجانبهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع أما المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل فيصل حسين حسن أوضح عن أهمية هذا التدريب هذه الدورة أو هذه الورشة سوف تعمل على تدريب هؤلاء الشباب من أجل أن يكون لهم في المستقبل عملا يستطيعون من خلاله توفير أغوط يومهم إن سياسة الدولة وسياسة فقامة السيد الرئيس الجمهورية في الجمهورية الرابعة نحو العمل هي سياسة واضحة ولها أولويات سابتة من أجل خلق وظائف للشباب لذا يجب على الشباب التوجه نحو القطاع الخاص التوجه نحو المشاركة في الحياة الاقتصادية الوطنية نحن في الهيئة الوطنية لترقية وتطوير العالم من واجبنا أن نقف حول هذه الشباب أو نقف مع هؤلاء الشباب من أجل تحقيق طموحاتهم وتجزر الإشارة إلى أن مثل هذا التدريب يرفع من كفاءات الشباب لأن الشباب هم الركيز الأساسية للمجتمع وأن التدريب سيستمر لمدة أسبوع يستفيد من خلاله 200 شاب وشاب ترجمة نانسي قنقر